السلام عليكم ورحمة الله مستبيع قناة الدعم الضراثي مبروك عباشركم وكنتمنى تكونوا في افضل احوال تمنى تكونوا ارتاحيتوا شوية هاد الايام هادي ديال العطلة اذا هنكملوا في الاستعداد الفروض ديالنا ان شاء الله اللي غا تكون اغلبية كيلي غا يدرموا وراء العطلة كيلي غا يبدأها حتى الولي شهر 6 لان هذا هو التوقيت الرسمي ديالها اذا هذا فرض ديال التربية اسلامية المستوى الخامس ديال المرحلة الرابعة طبيعة الحال اذا نقرأ الوضعية ونبدأ ان شاء الله نجاوبوه على الاسئيل اذا حضرت مع والدك صلاة عيد الفطر في المصلة صلى الامام ركعتين تلا في الاولى جزءا من صورة نوح وفي الثانية جزءا من صورة المدثير وختم صلاة العيد بخطبتين ذكر في الخطبة الاولى ان الله سيكون رحيما بعباده المؤمنين وسيغفر ذنوبهم ويجنبهم دخول جهنب لصبرهم في اداء الصيام وذلك بالاكثر من ذكرهم ونجالته ودعائه واستغفاره في كل وقت ودعا المصلي لكي يصبروا على تحمل المحن والمصائب مذكنا في ذلك بقصة نوح عليه السلام وفي الخطبة الثانية تناول السيرة النبوية وكيف انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة السرية الى الدعوة العلانية وحتى المؤمنين على التفاؤل وعدم اليأس في الحياة لان رحمة الله وسعة كل شيء وختمها بتذكير المؤمنين بان ديننا ينهان عن التمادي في الخطأ والاعتراف به فضيلة يحبها الله تعالى ويثيب عليها اذا نمر السؤال اول انطلاقا ما تعلمت في درستة بإسلامية وما سمعت في خطبة العيد اكتب من قوله تعالى في نوح ان ارسلنا نوحا حتى قوله فلم يزيدهم دعائيا الا فرارة اذا نعطي لكم جزء الاول من صورة نوح الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى عدوا لهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب نليم قال يا قوم اني لكم نديل مبين انعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائيا الا فرارة اذا هنا فلم يزيدهم دعائيا الا فرارة صدق الله العظيم اذا هنا هي اسئلة على الصورة تعريف بصورة نوح اذا صورة نوح هي صورة مكية صورة مكية عدد اياتها 28 وترتيبها في المصحف الكريم 71 نزلت بعدها صورة النحل هذا هو التعريف بالصورة اشرح المفردات التالية اذا اصروا واستكبروا اذا عندنا اصروا يعني تشددوا اذا شوفوا انتم مرة على حساب المقررات شوفوا شنو عندكم في الشرح ديال واصروا اذا تشددوا في الكفر ديالهم مدرارة يرسل السماء عليكم مدرارة يعني مطرا غزيرا متتابعا مدرارة يعني مطرا غزيرا متتابعا متتابعا عنا القاعدات الجويدية لماذا يسمى المد المنفصل بمد الفصل المد المنفصل قلنا هو منك يكون حرف المد في اخر الكلمة الولى والهمزة كي تكون في اول الكلمة التالية اذا هنا يكون عندنا المد المنفصل اذا رماده يسمى المد المنفصل بمد الفصل اذا لان حرف المد والهمزة يكونان منفصل يعني الهمزة في اخر الكلمة يعني المد في اخر الكلمة والهمزة في اول الكلمة الأخرى اذا هذا الشي اللي كيكون الى عندكم تمشي تعرف دبع لحظة بلي درتو في القيصم فكيكون افضل باش كتمشيوا مع الاستاذ ذك الشي اللي اعطاكم اذا هنا يا عندما دخل التزكية من خلال ما تعلمت في دروس تربية اسلامية تبيه لأبيك معنى الرحيم ومعنى الغفور اذا درتو هاد المعاني ديال هاد جوج اسماء من اسماء الله سبحانه وتعالى اذا نعلى حساب اختلاف كذلك المراجع ولكن هو راه تعريف واحد ما كان زي ما اختلاف اختلاف صياغة ممكن ولكن راه تعريف واحد اذا الرحيم ذو رحمة للمؤمنين او اللا الذي وسعت رحمته كل شيء او اللا التعريف اللي درتونتما بالضبط في القسم الغفور يعني يغفر الذنوب للمستغفرين يغفر الذنوب للمستغفرين للمستغفرين اذا نمر السؤال الموالي مدخل الاقتداء اذا نوضح لأبيك متى امر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بالدعوة وبأن يبدأ بأقربائه على وجه الخصوص لما انزل عليه اذا قوله تعالى اذا لما انزل عليه قوله تعالى قوله تعالى ذاكي ما قرأته وانذر عشيرتك الاقربين وانذر عشيرتك الاقربين فنداهم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يدعوهم الى الاسلام اذا هذه صورة الشعراء الآية ميتين وثلاثة اذا قد نمر هنا استشهد له بحديث نبوي حول محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه إليه من والده وولده والناس جميعا من والده وولده والناس جميعا اذا هذا هو الحديد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حوله محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مدخل استجاب اذا أكمل الفراغ بما يناسب انطلاقا مما تعلمته في درس صلاة العيدين إذن تؤدى صلاة العيدين في المصلى بغير أذان ولا إقامة ولا إقامة وتكون قبل الخطبة فقط الضحة بطبع الحال وهي عبارة عن ركعتين عبارة عن ركعتين إذن تصلى صلاة العيد في المصلى بغير أذان يعني بدون أذان ولا إقامة وتكون قبل الخطبة وهي عبارة عن ركعتين إذن يستجهد بآية من القرآن حول ذكري إذن بالنسبة لآيات التي تدعو إلى ذكر الله إذن هناك كم بزاب ديال الآيات إذن على حسب مراجع شوفوا انتو ما شنو عندكم الآيات اللي عندكم مثلا كينا الآيات ديال وذكروا الله كثيرا لعلكم تفليحون مثلا وذكر ربك مثلا إذا نسيت وسبح باسمي سبح باسمي ربك الأعلى مثلا ندعو يعني الله يدعو الإنسان إلى التسبيح والتكبير هذه هم الآيات التي تدعو إلى ذكر الله تعالى إذن لما جاء شبالك الآية اللي عندك في الكتاب بالضبط إذن أي آية فيها وذكر ربك ولا سبح ولا كبر إذن نرى كلها تدعو إلى ذكر الله سبحانه وتعالى إذن نكتب لكم هذه كمثال قال تعالى وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون أنا مش بالضرورة يعني لما كتبتيش هذيك اللي عندك في الكتاب ولي عندك هطاء لا يعني إستشهد بأي من القرآن الكريم القرآن الكريم مليء بالآيات التي تدعو إلى ذكر الله سبحانه وتعالى إذن مدخل القصد أذكر بعض فضائل الصبر اللي يقتدي بها لأبيك بعض فضائل الصبر اللي يقتدي بها في حياتي إذن الصبر هو أحد الفضيلة كبيرة وليك يجازي عليها الله واحد الجزاء كبير إذن الصبر أشنو كي علمنا كي الفضائل ديالو أنه كي قربنا من الله سبحانه وتعالى أنه كي يعطينا الأجر العظيم وكي يعطينا القوة إذن من فضائل الصبر إذن القوة الجزاء أجر العظيم أجر العظيم القرب من الله سبحانه وتعالى ولا رضا رضا الله تعالى عندنا كذلك مثلا قرب الفرج اللي كي يصبر كي يجيب ليه الله الفرج وكيفتح ليه الأبواب الخير من حيث لا يحتسب بيّن له معنى الاستغفار إذن الاستغفار أشنو المعنى ديالو إذن هو طلب المغفرة من الله الاستغفار إذن هو طلب المغفرة المغفرة من الله تعالى بعد ارتكاب المعاصي والأخطاء أولاء والدمو هذا هو الاستغفار وكي ما قلت لكم أي تعبير ذلك في القسم استعملوا مدخل حكمة بيّن لأبيك الفرق بين التفاؤل واليأس إذن التفاؤل بشكل عام هو ديك النظرة الإيجابية للحياة وتوقع الأفضل إذن رسول الله سيقولنا تفاؤلوا خيرا تجيدوا إذن الإنسان لا فكر في الأشياء الجيدة ركت جيه الأشياء الجيدة فكر في الأشياء السلبية ركت جيه ذلك الأشياء السلبية لكي يفكر فيهم إذن هو النظرة الإيجابية وكذلك هناك يبقى لك على حساب شنو قدرته في القسم النظرة الإيجابية ولكن هالتعريف رساريف جميع على جميع المراجع النظرة الإيجابية للأمور ولا للحياة وتوقع الأفضل وتوقع الأفضل إذن هذا هو التفاؤل واليأس هو العكس إذن هو النظرة السلبية للأمور أو كما نقول النظر إلى الجزء الفارغ من الكأس من اللي يعطي الكأس نصه مملوء ونصه فارغ المتفائل كي يشوف النص المملوء والمتشائم واليأوس هو اللي كيشوف الجزء الفارغ من الكأس ممكن كذلك نعرفه أنه القنوط من الرحمتي الله الله لا تقنطوا من الرحمتي لا يعني لا تيأس والله ما كيبغيش اليأس القنوط مثلا من الرحمتي الله صفي الإنسان كي ناس تيأس ما كيبقاش يفكر في الرحمة يا الله سبحانه وتعالى كيقولك صفي أنا هالكت أنا در الدنوب بزاف إذن كيأس ويكمل فأذاك الطريق إذن لا إن الله يغفروا الدنوب جميع أنا أكمل هنا استشهد له بحديث نبوي حول الخطأ والتمادي فيه إذن الحديث اللي عندكم دي الخطأ عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كل بني آدم خطأ كل بني آدم خطأ إذا نحتل الله سبحانه وتعالى إذن كل ما كنتش كان خطأ كان سيذهب بنا ويأتي بقومين كيخطأ ويستغفره كل من آدم خطاء وخير الخطائين التواب التواب إذن كنتم من لكم التوفيق وما زال حد نموذج آخر تهوت إن شاء الله قد نحط لكم من وراء هد نموذج هذا